على شاطئ البحر في غزة يتدرب شبان على ممارسة حركات التايكواندو الاستعراضي ويأمل مدربهم في أن يغادروا القطاع المحاصرة ذات يوم للمنافسة على المستوى الدولي حيث يتدرب الفريق على دمج حركات التايكواندو التقليدي بحركات الجنباز والأكروبات طموحنا نشارك في بطولات خارج فلسطين قبل هيك احنا أجتنا دعوات كثيرة لمشاركات دولية بس للأسف الحصار مفروض على قطاع غزة فرض علينا أنه احنا ما نشاركش في البطولات متأمل ان شاء الله يكون اول مشاركة دولية يتدرب الفريق على شاطئ البحر المتوسط أو في مركز صغير بسبب نقص المعدات والتمويل طموحاتنا وأحلامنا بتنقتل دائماً احنا بنكون متعملين انه احنا نشارك في بطولة نتفاجأ من حصار خانق ومن اغلاق مفاجئ للمعابر وهذا الاشي بمنعنا من انه احنا نشارك في البطولات الدولية وبمنعنا انه احنا نحقق أحلامنا انا قلت ان اكون بطل عالم في تايكواندو وبتضرب اليوم انا تايكواندو تشايف الحركات الاستعرضية اللي احنا بنعمالها هان وحلم ان اكون من احد النجوم الموجودة في الرياضة تايكواندو يدعو الحصار الذي تفرضه اسرائيل قيوداً على حركة الاشخاص والبضائع في قطاع غزة منذ عام 2007 ما ادى الى شلل حركة الاقتصاد وخنق المواطنين في مجالاتهم الحياتية كافة شذا عابد تلفزيون فلسطين